أحاول إتكلي حاجة وتنامي شوية لأن بكرة هيبقى يوم تقيل عليك نيابة وتحقيقات وأرف فارغ معك قوي يومي هيبقى عامل إزاي؟ أكيد طبعاً أنا آسف في عادي على إيه؟ على الوضع اللي أنت فيه دلوقتي بس تصدقيني أنا مش مسؤول عن الوضع ده ولا حتى أنت إحنا الاثنين كنا مضطرين بكده أنت معذور يا علاء لأنك محبتنيش كفاية عشان تصدق إني مظلومة وتقف جنبي لحد ما أثبت برأتي كل اللي كان همك إنك تطبق علي القانون يا عايد أنا حسبت الموضوع من كل الزوايا وخسرت صاحبي ترقية عشان مقبضش عليك إنو انت هربانا ويسيبك تسلمي نفسك دلوقتي الوضع سهل إنك ممكن تخرج بكفالة كل الموضوع إن إحنا هنستنى إجراءات النيابة صدقني مبقيتش تفرق لما كل الناس اللي بسغ فيهم بيخنوني يبقى خلاص بره زي جوع يا عايد ما تحملينيش في قطاعتي أنا واصل في براقتك مليون المية بس واصل برضو إن البراءة دي مش هنقدر نثبتها غير عن طريق واحد بس هو ده الطريق اللي أنا ماشي فيه دلوقتي موسيقى موسيقى